عارف انك متضايق بس هنعمل ايه لكن في الاسلاء دي الدكتورة ايفلين ماتة بطرس في البرلمان بتقول لك خلي بالك اوعى تاكل في سيخ في شم النسيم لانه ممكن يزود لك الكورونا الله يا دكتورة ايفلين ايه علاقة الكورونا بالفي سيخ احنا كلنا ضربت في سيخ في شم النسيم قالت لك لا اه علشان حاجة واحدة ايه هي ان الاكل الفي سيخ بيبقى مليان بكتيريا والبكتيريا هتضعف لك جهاز المناعة وبالتالي تبقى عرضة للاصابة في فيروس كورونا الحكومة منعت تجمعات في شم النسيم شم النسيم في بيت حضرتك لا صوتها يعلو فوق صوت كورونا وخليني